قالنا أبوزيل الخارجي الروسي سيرجي ريبا كوف أنه من خلال تقديم الولايات المتحدة معدات عسكرية وأسلحة فتاكة لأوكرانيا فأن كل ما يحدث في المنطقة هو محاولة أمريكية لوضع ضغوط سياسية وعسكرية إضافية على روسيا وفيما يتعلق بخبر احتمال نشر الولايات المتحدة منظومة ثاد المضادة للصواريخ في أوكرانيا قال ريبا كوف أنه إذا قدمت الولايات المتحدة المنظومة لأوكرانيا فأن ذلك سيقلل من إمكانية حل القضية بالطريق السياسي والديبلوماسي وفي نفس الوقت قال نائب وزيل الخارجي الروسي أليكساندر بانكين أن بلاده دعت الولايات المتحدة إلى الحذر في الحوار مع روسيا على جميع المستويات وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا أنه إذا توقفت الولايات المتحدة والناتو عن تقديم المساعدات العسكرية وأوقفت التدريبات العسكرية مع أوكرانيا فأن روسيا تعتقد أن التوتر الحالي قد تخف حدته بسرعة يجب وقف الشحن السلاحة إلى أوكرانيا ويعادة المستشارين والمدربين العسكريين الغربيين من أوكرانيا ووقف تدريبات عسكرية بين أوكرانيا ودول نايتو وسحب الجميع السلاحة أجنبية من أراضي أوكرانيا